أول سؤال بيقول والدتي بيجي لها خنقة بالليل والكلام ألف سلام عليها والكلام ده من سنين وأول ما بابا بيقرأ عليها القرآن بتتتوب وبتتمع وبتنام على طول والخنقة بتوصل لدرجة إن هي بتحس إن روحها بتطلع وتفضل تتشاهد وكشفنا كتير وللأسف محدش فدنا ولا حاجة خالص اللي بيحصل ده منصوص عليه حاجة اسمها يعني دوة التأسير النفساني الجسماني يعني هي ما عندهاش مرض عضوي لكن هي متأثرة نفسيا قد تكون متأثرة نفسيا بفترات البعد عنها أو خفها إن انتوا تيسبوها لوحدها فأنا آسف يعني فتموت لوحدها فبتجي لها حالات إن هي تحس إن هي الأحسن إن هي تموت بين إيديكم أحسن ما تموت لوحدها وده قد محتاج إيه محتاج شوية اهتمام منكم بيها محتاج إن هي تتكلم معكم كتير محتاج إن هي تتكلم بصدق وبصراحة من غير ما تخاف إن حد يشيل همها والدتكم بيجي لها الخنقة دي لإن هي كاتمة في نفسها ومش عايزة تطلع ولا تحملكم همها لو سمحتم يسمعوها خليها تتكلم خليها تفضفض خليها تكلمكم وهو ده الحل الوحيد وهي لا لي علاقة بالجن ولا لي علاقة بالأشياء العضوية لا لي علاقة بإن هي عندها هذا الضغط النفس الشديد اللي بيخليها حسة إن حياتها بيديق عليها بسبب كم المشاعر الصعبة اللي هي متحملها خليها تتكلم وعودوا معاها وخليها تتكلم وخليها تفضفض لو عملت كده هيبقى حالها إن شاء الله أحسن بكتير جدا لأن هي ما عندهاش أي شيء يتعلق بالأشياء العضوية أنتوا كشفتوا خلاص فما ما عندهاش ده بالأشياء العضوية لكن ده القبض ده والألأ ده جي لها من أفكار ومفاهيم عندها في ذهنها محتاجة أن هي تغيرها المفاهيم على فكرة اللي في الزهن اللي نستهين بيها الإنسان بيشقى بفكرة وبيسعد بفكرة حياته بتضيق بفكرة وحياته بتتسع بفكرة ولذلك فكرين حديث رسول الله وسلم ودعاء رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا ليه لأن الإنسان ممكن يرى الباطلة حقا ويرى الحق باطلا فاضيق حياته وانحرف ولذلك دايما إحنا في الصلوات 17 مرة في اليوم بنقول إهدنا الصراط المستقيم يبقى إحنا لازم نعمل إيه لازم نعرف إن إحنا في كتير من الأحيين فكرة عندنا في ذهننا ممكن تضمر حياتنا فكرة إيه أنا عموت كم من الستات والستات كتير منهم بالذات بالذات أكثر من رجال أنا هموت لوحدي أنا هموت ومحدش معايا أنا عايشة وحيدة ما عنديش حد فتحس بالخنقة لأن هي عندها حاجات هي مش عارفة تقولها فتحس إن الكلام بيخنقها بتحس إن الأفكار بتخنقها ولذلك أنتوا لازم تعملوا مزيد من الاهتمام بيها أفضل من اليوم مرة من أنتوا توقفوا مندهشين اندهشكم ده مش هيعبر عن اهتمامكم اهتمامكم وأعطاها وقته هو اللي يعبر عن انتمامكم أعطاها وقته هو اللي يعبر عن الأفكار